تفقد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ومحافظ المينيا أسامة القاضي أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز العدوى وتفقد الوزير والمحافظ إنهاء الأعمال الخاصة بمدرسة الجهاد الإعدادية بنسبة 100% للأعمال الإنشائية كما تفقد إحلال وتجديد وحدة الإسعاف وحدة طب الأسرة بقرية الجهادة هذا وقال وزير التنمية المحلية إن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة المينيا يستهدف في المرحلة الأولى خمسة مراكز بإجمالي 32 وحدة محلية